الأمم المتحدة تدق نقوص الخطر بشأن أزمات غذائية متعددة تلوح في الأفق. ووفق تقرير أعده برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، أرجع أزمات الغذاء المتوقعة إلى عوامل عدة. أهمها صدمات المناخية مثل الجفاف وجائحة كورونا. كما حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أدت أيضاً إلى تفاقم أسعار الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم. يعتبر التقرير أن الظروف حالياً هي الأسوأ وتفوق ما كانت عليه خلال أزمة أسعار الغذاء في عام 2008 عندما هزت الاضطرابات السياسية وأعمال الشغب والاحتجاجات 48 دولة. ودع التقرير إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لمساعدة مناطق الجوع الساخنة حيث من المتوقع أن يتفاقم الجوع الحاد خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووفق التقرير، مناطق الجوع الساخنة هي منطقة شرق إفريقيا التي تواجه جفافاً غير مسبوق كالصومال وإثيوبيا وكينيا. كذلك صنف التقرير ست دول ضمن حالة التأهب القصوى. فهي تواجه ظروفاً تزيد تفاقم أزمة الغذاء مثل أثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن وأفغانستان والصومال. ولم تخلق قائمة الخطر أيضاً من السودان ولبنان وسوريا.